مرحبا فيكم أرحب فيكم في هذا اللقاء هذا اللقاء مسجل وليس على الهواء وأعتذر من هذه النقطة لكن حقيقة وجهتنا صعوبة تقنية وجدنا أنه هذا حل أمثل أحب أشكر أستاذة فوزية من جمعية إشراقة على تعاونها معاي وإعطائي فكرة اللي هو تقديم تسجيل عشان أكون معاكم اليوم أرحب فيكم طبعا بالدرجة الأولى وأشكركم لحضوركم أتمنى أنه هذا المحاضرة أو هذا اللقاء يكون لقاء طبعا مثمر مفيد وممتع إن شاء الله طبعا أشكر في الأول والأخير جزيل الشكر لجمعية إشراق على استضافتي أحب أعرفكم بنفسي أنا اسمي عبير الحربي وأستاذ مساعد في جامعة الملك سعود قسم التربية الخاصة تخصص إضطرابات سلوكية وإنفعالية مهتمة بشكل كبير بالعلاج بالفن واللعب مع الأطفال ذو الإضطرابات السلوكية والإنفعالية وكل أيضا البرامج اللي من الممكن إنه تكون برامج التدخل غير دوائية مع الأطفال ذوي الإضطرابات السلوكية والإنفعالية طبعا لقاءنا اليوم يمكن يكون مهم جدا لعلاقة بالفترة اللي إحنا نعيشها حاليا وهو خفض القلق أثناء فترة الحظر عند أطفالنا ومراقينا ذوي الـ ADHD أو فرط الحركة والانتباه طبعا ليش هذا الموضوع بالذات هذا الموضوع حقيقة طبعا ناتج عن الظروف اللي إحنا نعيشها الحظر أدى إلى تغير في حياتنا اليومية بشكل بشكل خاص وأيضا كثير من العوامل اللي إحنا نشعر فيها طبعا من مخاوف وشعور بالخطر قلق على أنفسنا وعلى الأشخاص اللي نحبهم من الإصابة بكورونا وما يمكن أن تؤثر عليه أو ما يمكن أن يؤثر عليه هذا المرض طبعا يمكن الأسباب اللي من الممكن أنها تسبب طبعا الشعور بالقلق أو زيادة الشعور بالقلق في هذه الفترة هو أيضا شعورنا بالوحدة لأنه إحنا نفصلنا عن الأشخاص اللي إحنا نقابلهم يوميا تغير روتيننا اليومي وأيضا شعورنا بالعجز هذا فيروس يعني لا يمكننا أن نسيطر عليه خارج عن إرادتنا أيضا فترة الحاضر هي فترة لا نعلم أيضا متى ستنتهي فهذه أيضا من الممكن أنها تثير القلق لدينا أحيانا يكون عندنا شعور بالغضب على الأشخاص اللي طبعا ما كانوا حذرين وأنه قد يزيد هذا من شعورنا بالقلق أنه هناك بعض الأشخاص اللي من الممكن أنهم ما يتبعوا ويلتزموا بتعليمات طبعا حكومتنا في عملية التباعد الاجتماعي أو عملية الالتزام بالحضر والخروج طبعا بما يتناسب مع ساعات المحددة طبعا مهم جدا أنه نعرف ما هو القلق هو ليس فقط الشعور أو الإحساس بالتوتر هو أكثر من ذلك هذا القلق اللي نتكلم عنه اليوم ما هو القلق اللي يدفعك للعمل هو قلق حقيقة يؤثر على حياتك اليومية ويؤثر على جودة حياتك هو قلق بدون سبب طبعا أعرف أنه يقول الفيروس يعتبر سبب نعم سبب أو عامل من العوامل الخطر لكن ما هو السبب الذي يؤدي إلى شعورنا بالقلق ما هو المثير الذي يثير القلق هو الذي يثير القلق مجموعة مشاعر مختلطة أو الأطفال يشعروا فيها والراشدين يشعروا فيها متى تكون خطرة إذا كانت سببت كثير من الأعراض التي تنعكس حتى فسيولوجيا على الطفل التي تؤدي بالشخص إلى أنه تتعطل حياته إلى أنه يكون غير قادر على المواجهة الموقف وبالتالي تدفع إلى الهروب إلى أنه نشاطه اليومي يختلف تماما نجده إما يجلس لوحده أو نجده غير قادر على النوم فقد الشهية تناول الطعام قد يكون في أسباب ثانية ممكن تؤثر على هذا زي فكرة تغير الريتين من الممكن قلة الحركة يمكن هذه واحدة من الأسباب التي تؤثر على الطفل لكن في نفس الوقت يجب أن نحذر إذا وجدنا أن الطفل تغير نشاطه تماما ونحاول قدر الإمكان أن نتواصل مع المختصين الأطباء اللي من الممكن أنهم يقدموا المساعدة في هذه الحالة خاصة إذا كان الطفل المشخص أساسا بالقلق ويأخذ علاج لهذا القلق طبعا بس أحب أشير إلى نقطة مهمة جدا متعلقة بنسبة انتشار القلق في جمعية الطب النفسي الأمريكي أثبتت أن 30% من الأشخاص الراشدين أصيبوا في فترة من فترات حياتهم بالقلق أيضا النسبة في دراسات في أيضا دراسة بيكر أو في كتاب بيكر سنة 2020 أثبت إلى أن الأطفال ذوي اضطرابات فرط الحركة والانتباه تصل النسب أو تتراوح نسب تزامن الـ ADHD مع القلق إلى حوالي 26% وهذه نسبة طبعا تختلف باختلاف الدول اللي أجرت اللي هو نسب الانتشار أهم مسببات حقيقة الشعور بالقلق في دراسة بروكر سنة 2019 أشار إلى أن هناك وآخرون طبعا أشاروا إلى أن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالقلق من أهم طبعا عوامل جينية وعوامل بيئية ومجموعة من التفاعل ما بين هذه العوامل وهذا اللي يؤدي إلى رفع نسبة القلق بالذات عند الأفراد ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه هو أجر دراسة واسعة المدى على حوالي 1017 طفل من الأطفال المشخصين بإضطراب فرط الحركة والانتباه وأكد على أنه أيضا مواجهة الأحداث الصادمة أو مواجهة الأحداث المثيرة للقلق هي أيضا من الدواعي من دواعي أو عوامل خطر حدوث القلق بصورة كبيرة طبعا أهم الأعراض اللي من الممكن أنها تواجه الأشخاص اللي هو طبعا الإحساس بالخطر الشعور بالقلق قلة النوم أو صعوبة النوم فقدان الشهية زيادة سرعة نبضات القلب التعرق أيضا صعوبة التركيز الشعور العام بالضعف والإحياء رغم ذلك إلا أنه يعني رغم الأعراض الشديدة طبعا هناك أيضا عوامل خطر قد ترتبط بالقلق على المدى البعيد التعرض يعني للعوامل المثيرة للقلق يؤدي إلى أمراض حتى مزمنة في المستقبل فيما لو تم إهماله وعدم التعامل معه بطريقة إيجابية طبعا من الأشياء أيضا الملفتة للانتباه أنه إضطراب القلق هو من الإضطرابات القابلة لتقليل حدتها وتقليل أثارها أيضا من الممكن أن هناك كثير من التدخلات سواء كانت دوائية أو غير دوائية من الممكن أن تستخدم لخفض مستوى القلق عند الأطفال وعند الراشدين أيضا هو قابل للشفاء وبالتالي هذه أيضا تعتبر من الجوانب الرئيسية طبعا الطرق التخلص من القلق هناك طرق متعددة ومختلفة هناك طرق دوائية وعلاجية أنا لن أتحدث عنها هذه من اختصاص الطبيب الذي منه ممكن أن يعطي الدواء ويصف الدواء بالنسبة للأطفال هناك أيضا تدخلات بديلة متعلقة بالجانب الغذائي والمكملات الغذائية وبالتالي هناك بعض الأغذية الطبيعية اللي منه ممكن أنها تزيد من مستوى الاسترخاء وبالتالي تقلل من تأثير القلق يمكن المشروب المعروف لدينا هو النعناع والزعفران هذا من المشروبات حقيقة اللي منه ممكن أن تخفض من تأثير القلق ومن الممكن أنها تكون مفيدة جدا بالنسبة للطفل أيضا هناك بعض المكملات الغذائية اللي إما تكون فيتامينز أو تكون خلاصة زهور وهذه حقيقة لا بد أنك ترجعي فيها للطبيب وأيضا لأخصاء التغذية حتى تعرفي ما هي الأنواع المتاحة هناك تدخل طبعا نفسي وهذا التدخل نفسي ممكن يستخدم العلاج المعرف السلوكي وكيف ممكن يتم التخلص من الأفكار المشوهة اللي تسبب هذا القلق وبالتالي التخلص من موثيرات القلق ومحاولة طبعا إعادة أو بناء أفكار جديدة ممكن تساعدنا على التعامل مع القلق هناك بعض الاستراتيجيات حقيقة اللي ممكن نعتبرها تعديمية لخفض مستوى القلق باستخدام وسائل مختلفة متنوعة ويمكن اليوم تركيزنا حقيقة على هذا الجانب بحكم أول شيء تخصصي وبحكم اهتماماتي وبالإضافة إلى أنه إحنا نمكن الفرد لما يعرف هذه الاستراتيجيات اللي يقدر يمارسها بشكل يومي أو يمارسها بشكل دوري حتساعده على أنه يتخلص من القلق وبالتالي يشعر حتى لو ما تخلص على الأقل يشعر ينخفض مستوى القلق لديه وبالتالي تعتدل أو يرتفع مستوى مستوى شعور بالارتياح هذه الاستراتيجيات متنوعة ومختلفة أنا حتكلم عن استراتيجية مهمة جدا وأعتقد أنه يمكن أنتم سامعين عن استراتيجية الاسترخاء أو استراتيجية المايندفلنس المايندفلنس أو اليقظة الذهنية زي ما يتم ترجمتها لكن حقيقة هي عبارة عن محاولة استخدام التنفس والتركيز أو التفكير في اللاتفكير بحيث أنه نسعى في الأخير أو نهدف في الأخير إلى أنه يتم استرخاء كافة العضلات التي موجودة في الجسد مما يؤدي إلى أن نصل إلى طبعا الاسترخاء في الرأس وبالتالي هذا حيساعد على عملية اللي هو شعورنا بالاسترخاء التمارين طبعا متعددة هناك كثير من مقاطع الفيديو اللي من الممكن أنه ترجعوا لها في اليوتيوب اللي تبين لك كيف ممكن تبدأين خطوات الاسترخاء هذه حتساعدك على شعور بالراحة وأيضا حتساعد الطفل عفوا على الشعور بالراحة وأيضا حتساعد على أنه ينام بشكل أفضل في الليل فمن الممكن أنه أنتو تجربوا هذه الاستراتيجيات معروف أنه المايندفلنس يعتبر أو المرادف له اللي هو انكزايتي ريداكشن استراتيجي وبالتالي من الممكن أنه أنت استراتيجية لخفض القلب وبالتالي هذه تعتبر من الجوانب الأساسية اللي أنت تقدر تتعامل معها هناك بعض الألعاب اللي تشجع على عملية الاسترخاء تستخدم طبعا الصوت كأصوات الطبيعة أو أصوات أيضا زي القطرات المطر أو من الممكن أن تكون موسيقى هادئة أو كلاسيكية أو غيره هذه تعتبر من الجوانب اللي من الممكن أن أنت تستخدميها وتفعليها حتى تزيدي من مستوى حتى تزيدي من مستوى الاسترخاء بالنسبة للطفل طبعا في الألعاب هناك أيضا بعض الألعاب اللي ظهرت مؤخرا واللي حقيقة استخدمت هذه الاستراتيجية بشكل كبير يمكن من أبرز هذه الألعاب للفيرشوال رياليتي اللي هي لعبة الديب ولعبة الديب عبارة عن لعبة بالواقع المعزز من الممكن أنه الطفل يلبس الجهاز البي آر وبعد كذا يبدأ عملية اللي هو تصور نفسه داخل محيط هذا المحيط في مجموعة من النباتات والأسماك اللي موجودة داخل أعماق البحر ميزة هذه اللعبة بالذات إنها تعمل بالتنفس وبالتالي يتم التركيز على التنفس حتى ما هو فقط من الصدر وإنما من البطن اللي هو الطفل يبدأ يحاول قدر إمكان اللعبة أساساً الحركة في اللعبة تعتمد على التنفس وبالتالي علشان الطفل يرتفع إلى أعلى لابد أنه طبعاً يستنشق الهواء وأيضاً علشان يسبح إلى الأمام أو يندفع إلى الأمام لابد أن يطلق الهواء فهذه ستساعد الطفل على أنه يتعلم التنفس بشكل صحيح وهذا في النهاية سيؤدي إلى شعوره بالاسترخاء طبعاً تم استخدام هذا الفيار استخدم حقيقاً مع مجموعة من المراهقين في المرحلة الثانوية ثمانية مشخصين باضطراب فرط الحركة والانتباه طبق معهم لمدة أربع أسابيع بشكل يومي اتضح أنه لها تأثيرات استخدم يعني طبعاً هذه الدراسة استخدمت لمدة فصل دراسي واتضح أنه طبعاً هذه الدراسة أثبتت أنه ستة من هؤلاء الطلاب انخفض مستوى القلق لديهم أيضاً اتضح أنه خمسة انخفض السلوك التخريبي الموجود لديهم متوسط شعورهم بالاسترخاء بعد اللعبة مباشرة كان يمتد إلى مدة ساعتين وبالتالي هذا معناه أنه هذا السلوك يعتبر أو هذه اللعبة تعتبر من الألعاب اللي منه ممكن أنها تحافظ على مستوى استرخاء عالي وبالتالي تمكن الطفل من أنه يسترخي طبعاً ممارسة اليوغا وغيرها من أي الاستراتيجيات اللي منه ممكن أنها تخفض القلق أعتقد أنها ستساعد بشكل كبير الطفل حتى يشعر بالاسترخاء نقطة ثانية مهمة أيضاً طبعاً متعلقة بعملية اللي هو المحافظة على الروتين مهم جداً أنه أنا أحافظ على الروتين وأساعد الطفل على أنه يحافظ على الروتين لا بد أن يكون هناك أوقات محددة للاستيقاظ للاستذكار للأكل والوجبات للنوم إذا كان فيه روتين هذا بالنسبة الروتين اليومي إذا كان فيه روتين أسبوعي أيضاً أحافظ على هذا الروتين أحاول قدر إن كان أخلق هذا الجو والمساحة مرة أخرى للطفل بحيث أنه أقدم للطفل طبعاً نفس الأظروف اللي كانت موجودة لما كانت حياتنا طبيعية إذا كان فيه روتين لمقابلة الأجداد أو الأسرة خلال الويكند يفترض أنه إحنا نعمل هذا الروتين أيضاً مع أطفالنا بحيث أنه نفتح أي وسيلة من وسائل التواصل مع الطفل مع الأسرة الممتدة والأجداد ونحاول قدر الإمكان أنه نجتيح فرصة للطفل إلى أن يتحدث معهم أو يتواصل معهم إذا كان فيه أبناء خالة أو أبناء عمومة هذه أيضاً تعتبر من الأشياء التي من الممكن أنه نشجع على أنه تكون هذه اللقاءات أيضاً الغرف الجماعية هذه من الممكن أنها عن بعد لكنها تحقق جزء من عملية التواصل وبالتالي يشعر الأطفال بأنه هذا الروتين ما زال موجود إذا كان فيه روتين يستخدموا الأطفال لصلاة الجمعة مثلاً إذا كانت الطفل يذهب إلى صلاة الجمعة كل جمعة من الممكن أيضاً أنه إحنا نعتمد على هذا الروتين نعرض الطفل لنفس الخبرات نفس الأكدد يكانوا يأكلوا في يوم الجمعة نفس لبس الملابس ليوم الجمعة حتى لو كان ما يذهبوا إلى المسجد إلا أنه يظل هذه فرصة لأن يشعر بأنه الحياة مستمرة بنفس الروتين اللي هو اعتاد عليه إذا كان الطفل يحصل على دروس من أخصائية تربية خاصة وإذا كانت مدرسة الطفل تقدم له هذه الجلسات يفترض أنه إحنا نتواصل مع المدرسة حتى أو نتواصل مع أخصائية تربية خاصة ليتعامل مع هالطفل بحيث أنها تستمر في تقديم المساعدة المساعدة أو جلسات الإرشاد اللي يحصل عليها المراهق أيضا يفترض أن تستمر حتى يساعد الطفل على أنه يحقق أهدافه التعليمية باستمرار طبعا أعتقد أنه في من اللقاءات السابقة تم الحديث عن كيفية مساعدة الطفل على أنه أو مساعدة الأسرة على كيفية تعليم الأطفال داخل داخل المنزل طبعا ابقي قنوات التواصل مفتوحة بينك أنت أو بين بينكم كأسرة وبين طبيب الطفل أو الأخصائيين اللي يعملون مع الطفل لابد أن يكون هناك قنوات التواصل مفتوحة لابد أنكم تتواصلوا باستمرار إذا زاد مستوى القلق بصورة مقلقة وأصبح الطفل يفضل الإنعزال والبقاء في غرفته ولا ينام أو العكس ينام لساعات طويلة إذن أنا أعتقد أنه مهم جدا أنه تتواصلوا خاصة إذا كان يأخذ أدوية لخفض القلق أعتقد أنه مهم جدا أنكم تتواصلوا مع الطبيب وتبلغوا بأي تغيرات تحدث في سلوك الطفل أو أثرت على حياته طبعا من الجوانب أيضا المتعلقة بعملية التواصل أنه لابد أنه إحنا نفتح قنوات التواصل مع طفلنا سواء نستخدم التعبير اللفظي أو التعبير غير اللفظي لازم نشجعه على أن يعبر عن مخاوفه وعن مشاعره بالقلق لابد أنه نسأله كيف حاله كيف يعمل كيف يشعر هذه تعتبر من النقاط الأساسية نسأل أطفالنا كيف تشعرون إيش يعني لكم كورونا إيش يعني لكم الحظر لابد أن هذه الأمور لابد أنها تفهم كيف ينظر لها الأطفال مؤكد أنه شعورهم بالقلق يزداد وحيزداد أكثر لو كانت الأم عاملة في قطاع أو الأب عاملين في قطاع صحي أو عسكري هذه كلها من الممكن أنها تسبب أو تزيد في القلق لأن الطفل حيخاف أيضا على أهله على إصابتهم بالعدوى فلابد أنه إحنا نشعرهم بالإطمئنان من خلال كلماتنا المطمئنة من خلال شرحنا بأنه إحنا نتبع أبرز الإجراءات التي من الممكن أنها تحفظ تحفظ تحفظنا يعني وتحفظ أيضا تحفظهم هما بالتالي لابد أنه أنا أستخدم أساليب زي أساليب الرسم أطلب من الطفل أنه يرسم يرسم شعوره يرسم فيروس كورونا يرسم التغييرات التي حصلت في العالم كل هذه من الممكن أنه يرسمها وبعد كذا نبدأ أطرح التساؤلات إذا كان الطفل لا يجيد التعبير اللفظي منه ممكن أنه يستخدم الرسومات وبالتالي هذه أيضا تعتبر وسيلة مهمة للتعبير عن قلقه ومخاوفه لازم يعني بالدرجة الأولى والأخيرة أنه إحنا ما نستهين أو بأي شعور يشعر فيه الطفل سواء كان يشعر بخوف أو قلق وأنه لابد أنه يعني نتعامل معه بجدية هذا الشعور ونحاول قدر إمكان أنه طمئن الطفل نحاول أنه نشرح له أحياناً يكون عنده مفاهيم مغلوطة هي سبب شعوره بالقلق فنحاول قدر إمكان أنه نشرح له يعني إيش الحضر يعني إيش كورونا كيف تم كيف تنتقل كيف يمكن محافظة على عدم انتقالها يعني إيش تباعد اجتماعي كل هذه الأمور يفترض أنه إحنا نشرحها للطفل بأسلوب طبعاً مبسط وسهل يتناسب مع فهمه بغض النظر عن عمره الزمني وإمكانياته فهذه المفروض أنه إحنا نركز نركز عليها أنا أنصح أيضاً بتقليل التعرض للأخبار طبعاً أحياناً بعض الأخبار أو كثرة التعرض للأخبار طبعاً تزيد من مستوى القلق سواء كان للراشدين أو الأطفال وإذا أنا قلقت كشخص راشد من الطبيعي أنه هذا قلق حينتقل للأطفال الأطفال أذكياء جداً الأطفال يشعروا بشعورنا بالقلق من خلال تعابير وجهنا من خلال نبرة الصوت اللي موجودة عندنا من خلال حتى تغير نبرة الصوت أو اختيارنا لكلمات مختلفة ما كنا نستخدمها إذن لابد أن نكون حذرين خاصة لما يكون مستوى القلق عندنا موجود أنه إحنا نتواصل لما نتواصل مع الطفل نحاول قدر إمكان أن نخفف من حدة القلق الموجودة عندنا علشان أيضاً تصل للأطفال أو حتى نكون نموذج أيضاً للأطفال حتى يتمكنوا من أنهم يحافظوا على شعورهم بالأمان أيضاً من الجوانب الرئيسية اللي من الممكن أنه تساعد الأطفال على أنهم يشعروا بالأمان أو على أنه مستوى القلق ينخفض نحاول قدر الإمكان أنه نقلل من فترة انحزال الطفل يعني لا يلعب لوحده دائماً المفروض أنه إحنا نتيح له مجال إلى أنه يجلس أو يتغير نظامنا بحيث أنه يزداد استغلالنا للاجتماع العائلي نلعب ألعاب جماعية مع بعض من الممكن أنه حتى نبعد عن استخدام الأجهزة بحيث أنه يتمكن من أنه يلعب ألعاب اللي تعتبر بورد جيمز أو كوتينا أو دومينوز هذه كلها من الألعاب اللي من الممكن البوزلز اللي ممكن يركبها الطفل وممكن نعملها نشاط جماعي كلنا نجتمع ونجلس ونلعب هذه اللعبة وبالتالي هذا أيضا حي يقلل من شعور الطفل بالخطر وأيضا يعطيه فرصة أنه يكتسب مزيد من يعني مزيد من السيطرة على على مشاعر ويكون ذكريات جديدة هذه الذكريات الجديدة تصبح سعيدة حتى وإن كان إحنا موجودين أو محجوزين داخل البيوت إلا أنه تظل هناك ذكريات جميلة من الممكن أنها يحتفظ فيها الطفل خلال هذه الفترة أيضا مهم جدا أني أذكر الطفل لما أشرح لطفل موضوع الكورونا مهم جدا أني أنا أذكر الطفل بأن وجودنا الآن هو وجود مؤقت في الداخل الحضر هو وجود مؤقت إن شاء الله حينتهي قريبا بانتهاء هذه الأزمة وبالتالي وأشرح له أيضا الجوانب اللي منه ممكن أنه يستفيد منها بقاءه في البيت ممكن يكون فرصة لأن يعيد تأمل حياته إلى أن يكتشف مواهبه واهتماماته الجديدة إلى أن يقوم بتعلم مهارات حتى في مساعدة بالبيت أطلب منه أنه يساعد فيها يعيد ترتيب أوراقه وتنظيمها يعيد ترتيب غرفته كل هذه من الأمور اللي منه ممكن أنه تكون جانب يشغل الطفل ويبعد ويبعده عن تفكيره بالفيروس المفروض أنه أنا لو ألجأ لأي معلومات أني ألجأ للمعلومات بطريقة طبعا أيضا بطريقة زي ما ذكرنا إيجابية بحيث أني أرجع فقط لمتحدثين وزارة الصحة وأسمعها مرتين فقط في اليوم في بداية اليوم وفي نهايته وأحاول قدر إمكان أتجنب سماع الأخبار الأخرى أحاول أفلتر أو أتحكم في وصول الطفل للمعلومات اللي أحيانا قد تكون مقلقة أو أحيانا تكون غير صحيحة بحيث أنه يصبح مصدر المعلومات واحد فقط وهذه تعتبر من الجوانب الرئيسية أطلب هناك طريقة جميلة ممكن تطلبي من الطفل أنه يكتب إذا كان في مرأة أو المراهق يكتب مخاوفه وبعد ذلك ينظر إلى هذه المخاوف ويشطب عليها أو يمزق الورقة وبالتالي هو كأنه تمكن من أنه يخفض هذا القلق هي صحيح لا تؤثر تأثير مباشر لكن حقيقة أحيانا رؤية الكلمات على الورقة منه ممكن أنها تكون استراتيجية مناسبة تقلل من شعور الطفل بالقلق إحنا قلنا أنه مهم جدا أنه أنا ما أعزل الطفل بالمهم جدا أنه إذا كان لدي أصدقاء مقربين أنه يستمر في التواصل مع هؤلاء الأصدقاء المقربين يتفقوا على وقت يتواصلوا حتى لو يبدأ هو بالاتصال فيهم يستخدم الهاتف من أجل التواصل معهم أو حتى من الممكن أنه يستخدم مواقع التواصل عن بعد اللي فيها الصوت وصورة ويتواصلوا مع بعضهم البعض أيضا من الممكن أنهم يلعبوا ألعاب الفيديو الآن اللي هي كلها مدعمة بعملية اللي هو اللعب الجماعي فمن الممكن أنهم يلعبوا مع بعضهم البعض المهم أنه يظل محتفظ بعلاقاته مع الآخرين وحتى ما يشعر بإنعزال ويشعر بالملل هذه تعتبر من أبرز الاستراتيجيات المتنوعة اللي أنا طبعا من الممكن أني أحاول قدر إمكان أني أشجعكم على ممارستها حتى تروا الفرق حقيقة في سلوك الطفل وحتى تتفادوا أيضا أي مشاعر حتى لو ما كان الطفل عنده مشاعر بالقلق إلا أنه أنتم بالإمكان أنكم تتفادوا هذا الشعور وبالتالي يصبح طبعا أيضا شعور إيجابي أعرف أن الفترة فيها كثير من التحديات أهم هذه تحديات أنه لأول مرة نصبح مضطرين أن نكون في مكان واحد مع بعض بدون أي تواصل مع آخرين وهذا مؤكد أنه يزيد الضغط عليكم خاصة بالنسبة لكم أنتم كأسر وبالنسبة للراشدين فأوصيكم يعني بعملية التحلي بالصبر والتحمل ومحاولة إعادة اكتشاف العلاقات أو إعطاء الحياة الأسرية منظور جديد هذا المنظور الجديد من الممكن أن يثمر حتى تواصل أفضل في المستقبل وحتى من الممكن أنه يساعدكم ويساعد أطفالكم على أنهم يشعروا بقربكم منهم أيضا طبعا أحثكم على أنكم تلتزموا بعملية تلتزموا بعملية الحفاظ على إيجابيتكم وتفاؤلكم وتحاولوا تبثوا هذا التفاؤل والإيجابية لأبنائكم لأنكم أنتم القدوة في الأول وفي الأخير أشكركم أعتذر أنه ما كان في مجال للتواصل المباشر وأحاول وأخذ أسئلتكم إلا أني حاطيكم إيميلي بحيث أنه تكون فرصة إلى أنه تتواصلوا معاي في حال كان لديكم أي استفسارات أو أي أشياء ترغبوا في معرفتها أيضا أشكر أتمنى أنه تكون هذا اللقاء فادكم ببعض الاستراتيجيات من الممكن أنكم تستثمروها في حياتكم اليومية أتمنى لكم إن شاء الله أيام خالية من القلق إن شاء الله وأتمنى وأتمنى أنه تتمكن من نتمكن جميعاً من أننا نبقى سالمين آمنين الله يحفظنا إن شاء الله ويحفظكم وتتمتعوا بالصحة والسلامة والخلوم من الأمراض وأتمنى أن تنقضي هذه الأزمة بشكل سريع وأنصحكم في الأخير بنفس الكلمة خليك بالبيت وإن شاء الله قريباً نرى بعض على خير شكراً شكراً لكم وأعتذر على الإطالة نراكم على خير